ونبقى في اليمن لكن في مواجهة أخرى تتعلق بالإعلام إذ بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية والغارات على المناطق اليمنية يطل المتحدثان الرسميا باسم تحالف عصفة الحزم من جهة والناطق باسم الجيش اليمني من جهة ثانية في مواجهة غير مباشرة وغير متكافئة بالموازات مع العمليات العسكرية في اليمن والغارات التي تشنها عصفة الحزم بقيادة سعودية هناك معركة إعلامية غير متكافئة بين المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري الذي يطل يوميا منذ بدي العمليات وسط تغطية إعلامية واسعة وحضور لقنوات وصحف محلية والدولية بينما نظيره الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد شرف لقمان لا تغطي ندوته الصحفية سوى بعض القنوات والصحف المحلية كما أن ظهوره ليس متواتلا على عكس مثيله السعودية الذي يظهر على أغلب وسائل الإعلام الإقليمية والدولية مساء كل يوم ليعلن تطورات الوضع الميدني والعسكري في اليمن وعدد الغرات ومناطق الاستهداف ونتائجها التوجيه الإعلامي هو الحقيقة التي يراها المواطن اليمني يوميا على الأرض أما ما يروج في الوسائل الإعلام الكاذبة من محللين يقبعون في أخبئتهم في أماكن مختلفة من العالم وينظرون ويحللوهم بعيدين فسبق وينعلقت على هذا الموضوع وذكرت لك أن هذه محاولة يائسة منهم لأنهم يرون أن مشروع استثمروا فيه لتدمير المواطن اليمني وبنية التحتية الآن يدمر أمام ناظريهم ولن يقوم له قائمة إن شاء الله متى ما اتفق السياسيون على التصور يصب في مصلحة اليمن والمواطن اليمني فعاصفة الحزم ما وجدت إلا لهذا الغرض وسوف يتم تطبيقه على الأرض المواجهة الإعلامية بين العميد عسيري الذي اشتهره عالميا وكتبت حول سيرته وخبراته ودراسته عدة صحف ووكلات دولية في مقابل العقيد لقمان الذي يبدو مغمورا أو على أقل هكذا صوره الإعلام الناقل لمجرية العملية العسكرية في اليمن لقمان وفي تصريحه الأخير هدد برد منتظر من قبل الجيش كما أشار إلى أن ألوية الجيش وقوات اللجان المساندة جاهزة لذلك كما عدد الخسائر البشرية والمادية موضحا أن المتظرر الأول من الغراد هم المدنيون والمنشآت المدنية على حد قوله الرد قادم ولكن ليست السعودية ولا أمريكا هي التي تحدد لنا متى الرد وكيف الرد ولن نستأدم من أحد كيف سنرد الجيش اليمني قوات المسلحة وأمنه البواسل ولجانه الشعبية هم الذين سيقررون متى يكون الرد وكيف يكون الرد وأؤكد لكم أؤكد أن الرد سيكون أقوى سيكون قويا وحاسما وقاسما معركتنا مع الإرهاب عندما تحرك الشعب اليمني وقرر أن يقضي على هذه الآفة ضربت وسقطت كالفراش بصرف النظر عن مجرية العملية العسكرية في اليمن تبدو المعركة الإعلامية غير متوازنة بين التحالف الداعم للشرعية والجيش اليمني ومسانديه المدافعين عن شرعيتهم